كاتو هابرز التطورات في المشهد السوري خلال الأسبوع الماضي وماذا ينتظر السوريين سياسيا وعسكريا وإنسانيا وميدانيا في الأيام المقبلة نناقش هذا بالتفصيل مع المفكر السوري الأستاذ زهير سالم مرحبا بكم أهلا بكم يا شهير أستاذ زهير إذا بدأنا من حيث انتهى مجلس الأمن بقرارات أو خطابات اعتبر فيها أن التجويع جريمة وأن الحصار مريع وأن هذا قد يرقى لجرائم حرب كيف استقبلتم هذه التصريحات من أعلى سلطة دولية وهي مجلس الأمن تجاه التجويع السوريين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى ألي وصحبه أجمعين بالفعل كان آخر محطة في محطات التطورات السورية خلال الأسبوع الماضي هو ما جرى بالأمس في مجلس الأمن وما تفضلت به تعبير مناسب كان محفلا خطابيا بالمعنى الدقيق للكلمة وأن الناس قد تبارت في إدانة الجريمة وفي تنديد بالحصار مجلس الأمين العام للأمم المتحدة هذه المرة وصف ما يجري من حصار للمدنيين بأنه جريمة حرب يعني في تطور في خطاب أمين العام للأمم المتحدة لأنه لم يعبر عن قلقه فقط وكان لك عدة تطورات الحقيقة إذا أردنا أن نرصد وأنا أحب أن أكون منصفا أن نرصد هو أولا لم يقل إنما يجري يرقى إلى جريمة حرب بل قال يشكل جريمة حرب فرق بين العبارتين على المستوى الدبلوماسي اعتبر أن حصار المدنيين وتجويعهم واستخدام الحصار كتجويع جريمة حرب وأن ما يجري في سوريا الآن يشكل جريمة حرب وأن ما جرى وما اكتشف في مضايا بعد هذا الصمت الطويل أيضا هو بمثابة جريمة الحرب وطالب المجتمعين بأن يأخذوا مبادرة لمنع استمرار مثل هذه المأساة على الأرض السورية هذا من الطرف الأمين العام ثم تبادل المجتمعون الكلام كلهم يدلون بدلوهم حتى قال تحدث مندوب سوريا وأنه لا يوجد من هو أرحم على الشعب السوري من حكومته يعني من بشار الأسد الذي يجوع ويقتل ليس هذا الذي أعجبني أيضا في كلام والذي يجب أن يلفت النظر إليه كلام بانكيمون بأن بانكيمون قد حذر وقال بأن هؤلاء البنقسين الإرهابيين أو المتطرفين أو من يصرفونهم بأوصاف كثيرة ويجعلونهم ذرائع لكل هذا الذي يجري في سوريا لا يقومونهم بأعمال عنفية إجرامية فقط لعبارة مهمة وإنما يقومون بأعمال استفزازية للعالم كله يعني هم لماذا ضروا بفرنسا؟ ليستفزوا فرنسا؟ لماذا أسقطوا الطائرة الروسية؟ ليستفزوا روسيا؟ لماذا ذهبوا إلى مثلا اندونيسا وضربوا؟ هم يقومون بأعمال استفزازية الآن حينما نجد المجتمع الدولي أحيانا مع الأسف استخدم هذه العبارة كالثور الهائج الذي يحاول أن يرد على الاستفزاز باللبط والنطح كما يقول الأمير عنه يقول معنى ذلك أنهم سيخلقون حالة من الاصطفاف حالة من الاصطفاف بين أبناء الشعوب سوف تؤدي إلى كوارث أكثر يعني وأنا دعني وأنا أتحدث عن مضايا وأنا أتحدث عن مناطق أخرى محاصرة في سوريا أن أذكر أن أذكر الأمير العام للأمم المتحدة وأن أذكر المجتمع الدولي وأن أذكر الذين يحاربون عن الإرهاب نحن تعلمنا في عالم السياسة أن هناك شيء اسمه القوة الناعمة أليس هناك أيضا إرهاب أستطيع أن أسميه الإرهاب الناعم؟ عندما يكتشف الآن الأمير العام للأمم المتحدة أن مكتبه أن مكتب الجمعية العامة أو المنظمة الدولية للأمم المتحدة في دمشق مخترق من قبل المخابرات السورية وأن التقارير هناك تصاغ بيد المخابرات السورية وأن الجالسين في دمشق إما قد تم شراؤهم ترغيبا أو تهديدهم كما تحدث كثيرا الصحفي المغارب أظن الجزائري أنور مالك الذي سبق له أن تحدث أن التقارير التي تصدر عن مكتب هذا الكلام ليس من عندي هذا الكلام موثق من قبل وكالات مهمة يقومون بكتابة التقارير حتى وصل الأمر بمخابرات السورية أنها مثلا تفرض على المكتب أن يبدل كلمة حصار بكلمة مناطق يصعب الوصول إليها حين يقول التقارير العام للأمم المتحدة خارج سوريا بأن عدد المناطق المحاصرة في سوريا 52 منطقة تتحول بقدرة قادر إلى 15 منطقة داخل سوريا هذا النوع من الإرهاب الناعم كما سميته سوف يخلق حالة الاصطفاف التي يتحدث عنها الأمين العام للأمم المتحدة البارحة في الأخبار دعني أدمج الأمور أنا استمعت إلى كلام أعجبني في ريف حماة مواطنون سوريون هذا الوصف الأول لهم بعضهم الآن بقول موالون للنظام يعني علويون يحتجون على بشار الأسد لأن الماء الذي يصل إلى بيوتهم غير نقي ما سمعنا احتجاجا على تجويع إخوانهم في المناطق الأخرى ألسنا نتحدث عن مواطنة؟ ألسنا نتحدث عن مجتمع واحد؟ ألسنا نتحدث عن أبناء دولة؟ الأسوأ من هذا ما رأيناه من صور عبر مواقع التواصل الاجتماعي الذين يتشفون بأولئك الذين يجعون هؤلاء شبيحة أنا أتحدث الآن عن مواطنين أبناء قرية أبناء منطقة هذا مجتمع مفتوح المجتمع الآن ممزق هذه حالة الصفاف التي تحدث عنها بانكيمون ما جرى في المقدادية ويجري في المقدادية في العراق العراق ليست بعيدة عن سوريا هذا الحصار للمقدادية إحراق المساجد في المقدادية قتل المدنيين وأعمليات الإعدام في المقدادية أليس هو المصير الذي يترصدنا جميعا حسب منطق بانكيمون في عملية الصفاف التي نتحدث عنها حين تدفع المجتمعات إلى مثل هذه الصفاف ربط المساعدات وإدخالها إلى مضايا وغيرها من المناطق المحاصرة بإدخال مساعدات مماثلة إلى الفوعة ومناطق أخرى محاصرة علما بأنها لا تعاني نفس المجاعة نعم هذه تجوية ونحن يجب أن نكون أنا شخصيا أقول وكل سوري يجب أن نحن ضد استخدام الحصار والتجويع سلاحا ضد تجويع أهل الفوعة وضد حصار يعني نحن يجب أن نعلن المبدأ ثم نتأكد من التطبيق دعنا نستغرق بأن نقول أخي عدنال حالة حالة الاستفاف التي تحدث عنها السيد بن كيمون وهي مهمة في الأمم المتحدة الآن كم ميليشيا موجودة على الأرض في منطقة سوريا والعراق مئات ألاف عنا حزب الله ميليشيا وأبو الفضل العباس وشي ستين ميليشيا شيعية موجودة في العراق والحرس الثوري وإن داعش وكلهم يرتكبون نفس الارتكابات بنفس الفضاعات لماذا يتم التركيز على من يصفونها بأنها ميليشيا سنية وأنا البرحة كتابت داعش ميليشيا شيعية بأدوات سنية بأدوات هؤلاء الذين يقومون بتخفيز المخطط الذي يرسمه لهم قاسم سليماني وغير قاسم سليماني لكن لماذا يتم التركيز على هؤلاء لإظهار المجتمع السني على أنه مجتمع إرهابي ومتطرف أو الإسلام السني على أنه إسلام ويغض الطرف عن كل الارتكابات التي ترتكبها أنا شخصيا ضد تمليش المجتمعات ضد أن يكون في مجتمعات المنطقة لا في سوريا ولا في لبنان ولا في العراق تنظيمات شعبية مسلحة تقوم على أي أساس ما في شيء اسم أساس وطني ومفهوم المقاومة والممانع الذي كان يختبئ وراءه حزب الله انكشف انفضح يجب أن تكون هناك دول والدول هي التي تملك وسائل الإكرار خلينا بس نرجع إلى نقطتنا الرئيسة حول مجلس الأمن وما صدر عنه من قرارات إلى أي درجة يمكن أن يكون ما صدر عن مجلس الأمن رادعا لأولئك الذين يحاصرون الناس وأعني في ذلك تحديدا النظام والحزب ومن خلفهم روسيا بدعمها وغطرستها يعني دعني أقول بأن من كشف عنه الأمر في مضايا وسينكشف الآن يعني عدم أخذ بعض الناس يقول لك ما وصل الطعام يعني هذه الأجسام التي أنهكها الجوع أنت لست أنت أمامك الآن أمامك أمراض هل بوجبة واحدة يمكن أن تستعيد قوتها لذلك ما زال هؤلاء المجوعون ما زالوا يموتون وما زالوا يقضون نحبهم نهيك عن التدعيات الصحية الخطيرة أنا أقول ما صدر عن مجلس الأمن هو موقف مظاهراتي يعني هو تظاهرة وليس أكثر قرار الإذانة لن ينبني عليه شيء بالعكس بالعكس هناك كلام خطير جدا جدا صدر البارحة عن وزارة الدفاع الروسية وشيء خطير أن يصدر عن وزارة الدفاع الروسية بأنهم يلحظون بأن هناك نوع من أنواع الأسلحة يمرر مع المساعدات الإنسانية لذلك الآن وزارة الدفاع الروسية تدعي أن من حقها بل هي التي ستأخذ المبادرة لتوزيع المساعدات الإنسانية على المحتاجين في سوريا حتى لا يتم إيصال سلاح مع هذه المساعدات هذا الكلام له معنيين اثنين الأول ظاهر أنه والله روسيا تريد أن تتحكم بهذه المساعدات وكما كنا في أول أيام الثورة تصل المساعدات الأممية إلى مناطق النظام لكن الكلام الأخطر أن روسيا تريد أن تكرس احتلالها للأرض السورية يعني أنت حتى تكون قادر على أن توصل المساعدات إلى كل قرية وكل منطقة في سوريا وكنا نتكلم عن 52 منطقة محاصرة يجب أن يكون لك وجود عسكري على الأرض ولا تكتفي بالوجود الجوي والوجود المؤطر في أثر المناطق المحدودة الآن معنى ذلك أن روسيا كما يمكن أن نشرح فيما بعد تريد أن تعزز واحتلالها للأرض السورية رجلة الحياء اللندنية تحدثت أن حتى هذا التوزيع الروسي مثلا في دير الزور هو في أحياء تابعة للنظام وليست في المناطق ذات المعاناة الحقيقية في دير الزور يا سيدي تسييس المساعدات الإنسانية خطير هو جريمة حرب نعم هو إطعام الناس على مواقفهم السياسية أو العقائدية أو الدينية أو المذهبية هو تمييز عنصري وهذا نوع من أنواع جريمة الحرب وهذا ما فعله ويفعله بشار الأسد وفعله ويفعله الإيرانيون على الأرض السورية وفعله ويريد أن يفعله الآن أن يدخل فيه بشكل أعمق الروس يعني هذه القضية لذلك أنا قلت القرار الذي صدر عن مجلس الأمن لا يرقى إلى حجم التحدي المفروض في سوريا حجم التحدي المفروض أن هناك مؤامرة حقيقية يتآلب عليها أشرار العالم حتى أعضاء مكتب الأمم المتحدة الذين الآن يعني هذا العملية هذا الاختراق هذا الاختراق لمكتب الأمم المتحدة أن يصبح العاملون فيه جواسيس ألا تعتقد أن تضخيم هذه القصص يعني النظام الآن في أضعف حالاته والحديث أنه يخترق المنظومة الدولية سيدي هذا الكلام مع الأسف يا أخي عدنان يعني غير النظام النظام أضعف حالاته من الحالة العملياتية على الأرض النظام كنظام استخباراتي شرير جذوة الشر في هذا النظام لم تنطفع النظام محقق انتصار في لبنان انتصار حديث عنده انتصارين في لبنان أولا من يمنع انتخاب رئيس جمهورية في لبنان هو بشار الأسد وهذا أمر معروف عند كل اللبنانيين بشار الأسد طبعا عن طريق حليفه إيران ما حليفه والثاني مبارحة بشار الأسد وأذرعوا في لبنان أطلقوا سراح مجرم إرهابي مدان بمحاولة خلق فتنة تذهب يعني لو نجحت فتنته يمكن لما أبقت من لبنان شيئا كان هذا المجرم الذي أطلق سراحه بالأمس يريد أن يقتل البطرق سفير والبطرق بطرس الراعي كراعيين للقواء المسيحية في لبنان ويتهم بهم من؟ ويتهم بهم المسلمين إذن نحن أمام حالة جريمة منظمة تصل إلى حد أن يطلق سراح مثل هذا الإرهابي ثم يتتبعون أفرادا وأنا لست مع هؤلاء الأفراد ولكن أميز في المواقف الدولية لا يجوز أن ينظر إلى النظام السوري كجذوة للشر في هذا العالم على أنها قد انطفأت بارحة كان وليد المعلم في الهند يقول للهنود في دلهي ماذا يقول للهنود؟ قبضنا على مقاتلين هنود ضمن المقاتلين على الأرض السورية يريد أن يؤلب الهند ويؤلب دولة الهند على الثورة السورية إذن جذوة الشر عند هذا النظام لن تنطبع حتى يلفظ النفس الأخير الآن التعامل مع أزمة المجاعات هذا حديث يفرض نفسه لأننا رأينا تعاطي إعلامي كبير مع القصة أنا دعني أتحدث معك بصراحة في قصة المجاعات والليلة لدينا حملة على الهواء مباشرة ولدينا وادب إنساني سنؤديه تجاه أهلنا في سوريا في مسألة المجاعات لكن قبل أن يعلن عن ممرات دولية بإشراف أممي لإدخال المساعدات للمناطق المحاصرة واليوم الوسائل الإعلام تتحدث أنا للإعلام فضل كبير في نشر صور ما يجري أول ما بدأت الصور تنتشر خرجت علينا مواقع كثيرة من أناس طيبين من مواقع معارضة من جمعيات خيرية تقول لك يا أخي أنا لدي طرقي الخاصة لإوصال المساعدات لأولئك الناس طب إذا أنت لديك طرقك الخاصة لإيصال المساعدات لماذا حصلت المجاعة أصلا وكيف يعني كيف التعامل مع هذه الأزمة ورأيت حظتك التعاطل لأن هناك أناس كانت تعطلت تقول لك يا أخي أنا لا أريد أن أجمع أموال وأدفعها لشبيحة النظام لأشتري علبة حريب الأطفال ب450 دولار وأشتري الأرز ب200 دولار الآن الوضع اختلف يعني لكن قبل كانت هذه هي الصورة إذن هنا أخي دعني أقول غياب العقل المركزي وهذه ثغرة الثغرات في الثورة السورية غياب العقل المركزي عن التفكير الأمني والسياسي والاستراتيجي في سوريا يخلق الكثير من المشاكل نحن يجب أن نميز بين الحصار وبين توفر المال لإطعام الجائعين مشكلة الحصار ليست في الدرجة الأولى مشكلة مال المال يبقى مشكلة ثانية يعني أنت قد يكون رغيف الخبز بيدك ولكنك لا تستطيع أن توصل إلى من هو وراء القدمال إلى من هو محاصر والذين يكتبون بأن لدينا طرق خاصة هو قد يكون يتحدث إذا كان صادقا طبعا وبعض الناس يدعون هذا وهم يكونون جنود مجندة كما يعلم الجميع يتحدث عن حال خاصة يعني ويستطيع أن يصل إلى ابن عمه أو ابن قاله أو ابن حي من الأحياء يدفع رشوة لعنصر النظام إذن هذا الكلام يأتي كلام غير مسؤول غير مركزي لا يعبر عن وضع العام الذي تعاني منه المناطق المحاصرة مناطق الآن عندنا في سوريا كما تفضلت مشكلتان أساسيتان المشكلة الأولى حرية انسياب المواد الغذائية والمساعدات وكل ما يحتاجه الإنسان هذه واحدة والثانية توفر هذه المواد الآن نحن عندنا في الشمال السوري ما عندنا مشكلة حصار لأن الحدود مفتوحة مع تركيا والمنطقة تكاد تكون مكتفية لكن عندنا مشكلة قلة السلعة بسبب المواصلات وبسبب القصو هناك ندرة هناك ارتفاع في سعر السلعة وضعف القوة الشرائية عند المواطن فهنا نحتاج إلى المساعدة لكي نرفع القدرة في المناطق المحاصرة يجتمع عليك الأمران عندك قلة عدم قدرة على الوصول إلى المحاصر ثم عدم القدرة على توفير المادة التي نريد الوصول إليها الكلام الآن في عالم الفيسبوك وعالم التواصل الاجتماعي هذا بقدر ما له من حسنات وإيجابيات وأنه قطع الطريق على الكثير من الإعلام المؤدلج وقدم إعلاما بديلا هو في نفس الوقت زج في هذه الساحة كثير من الأصوات غير المسؤولة التي لا تحسن تقدير أبعاد الكلمة هذه الكلمة إلى أين يمكن أن تؤديها؟ الآن هناك مجاعة في مضايا وهناك تبعات لها وما زالت تحتاج لمزيد من المساعدات ماذا عن المناطق الأخرى؟ ما هي أبرز هذه المناطق التي تعاني؟ تابعنا تقارير إعلامية تتحدث عن معظمية الشام تتحدث عن دير الزور هل من تفصيل في هذا؟ يعني كما قلت منذ قليل التقرير يتحدث أو التقرير العام يتحدث عن 52 منطقة محاصرة في سوريا 52 محاصرة يعني على خطى مضايا عندنا بلدات في مغوط الدمشق وبلدات كثيرة محاصرة في مغوط الدمشق من دوم مرج السلطان المعظمية دارية وعندنا في حمص مناطق محاصرة وما زال أحياء في حمص محاصرة وعندنا في دير الزور منطقة محاصرة لا أحد يسأل ولماذا لا نسأل؟ ماذا يجري على أهل الرقة؟ ماذا يجري هناك؟ قل لك ما عندي تغطية إعلامية الناس هناك؟ كيف يتنفس الناس الذين يعيشون؟ ولا تنسى أن الجمعيات الخيرية مثلا قاطبة لا تستطيع أن توصل المساعدات لأي منطقة فيها لغاية للتنظيم الدولة؟ للتنظيم الدولة وهؤلاء الذين وقعوا عموما في أسر وإن كان السجن مفتوح اسمه مدينة الرقة في أسر تنظيم الدولة لماذا يسقطهم المجلس الأمن والمجتمع الدولي من حسابه؟ نحن الآن دائما ننادي على أهلنا السوريين المواطن السوري الذي يعيش في ظل بشار الأسد في ظل نظام ليس أسديا لا يجوز الخلط وليس داعشيا هو الذي يعيش في المناطق الداعشية ليس داعشيا يعني أنا أردت الموازنة للإفهام هذا مواطن قدره مدينة الرقة قدرها أنها وقعت في أسر هؤلاء الناس ماذا يمارس هؤلاء على أهل مدينة الرقة وعلى أهل مدينة الموصل أيضا في الوقت نفسه هذه أسئلة عندما يكون لدينا صناع سياسة أصحاب يعني حضور أصحاب جرأة أنا بالأمس اجتشمعت إلى ما يسمونه الخطاب الاتحادي الأخير للرئيس أوباما وجلت أن الرئيس أوباما قد مسح ليس القضية السورية وإنما القضية السورية والقضية الفلسطينية والشرق العربي كله عن خارطته وهو يتحدث عن إنجازات موهومة يحلم بأنه قد أنجزها خلال سنية حكمه أظن أن التاريخ وأن المؤرخين الأمريكيين وهم يملكون من الحرية ومن الجرأة ومن العقل ما سيعني يؤرخون فيه بإنصاف لمرحلة هذا الرئيس أنا أخشى وأريد أن أقولها كلمة أن ما حصل في مرحلة أوباما خططت له ما قال عنه هايدن رئيس الاستقبارات الأمريكية السابق قال في الولايات المتحدة حكومة دائمة وحكومة متغيرة أن الحكومة الدائمة في الولايات المتحدة أرادت أن تقول للأمريكيين حين ستقوم فترة أوباما والانحسار الأمريكي الكبير إن لم أقل الهنيار الأمريكي الكبير سيقولون لهم هذا نتيجة انتخابكم الرجل من خلفية ونحن نعلم أن أوباما من خلفية أفريقية من الذين يسمون الأمريكيين الأفارقة من أصول أفريقية هذا نتيجة هذا الانتخاب ستحمل القضية العنصرية التي ما يزال لها جذور في النفس الأمريكية مسؤولية هذا الذي حصل على الولايات المتحدة الأمريكية من انهيار سياسي واستراتيجي خلال هذه الفترة دعنا في تصريحات أوباما والتصريحات الأمريكية عموما سمعنا تصريحات شديدة اللهجة تتعلق ببشار الأسد خلال الأسبوع الماضي يعني نحن شدة التصريحات وأصبحنا كمن يستمع في الموسيقى أحيانا القرع على الوتر لا يعني إلا أنه نغمة من هذه النغمات تريد أن توازن النغمات المعزوفة لم يعود الأمر بحاجة إلى تصريحات الوضع في سوريا بكل بلواه الآن بكل ما يعيش الشعب السوري من محنة ومن مأساة وهي مأساة إنسانية ستبقى عارا على جبين المجتمع الدولي دائما عندما نقول المجتمع الدولي الآن نحن نستطيع أن نقول مجتمع دولي متمثلا في دول ونستطيع أن نقول مجتمع إنساني متمثلا في رأي عام إنساني كل الذي جرى على الشعب السوري خلال السنوات الخمس ونحن نكاد نختم السنة الخامسة سيشكل عارا على هذا المجتمع الوضع في سوريا لا يحتاج بعد اليوم أو منذ عامين لم يكن يحتاج إلى تصريحات إضافية يحتاج إلى حركة عملية لحسن مادة الشر لوضع قطار دولة سورية مدنية حديثة على السكة إذا لم يكنوا يفكرون بهذا ونحن الآن عندما أخي عدنان نفكر فيما يسمى مفاوضات الخمسة عشرين القادم لا نرى أن هناك رغبة دولية عمليا في وضع قطار على سكة وإنما نرى أن هناك رغبة عملية في خداع الشعب السوري بعملية تجميل للحالة المشوهة التي كانت قائمة في سوريا ولذلك نجد أن الوعد بالمفاوضات القادمة لا يقنع السوريين ولا يكادون بأي حال من الأحوال يفكرون بجدية في هذا الذي ينتظرهم في خمسة عشرين ماذا عن تصريحات المسؤولين البريطانيين وتعليقهم على التطورات الروسية نريد أن نعلق عليها ولكن بعد أن نقف هذه الوقفة القصيرة مع الفاصل فاصل قصير راجعين فلا تذهبوا بعيدا حينما يبدو تكميل الأفواه سياسة ثابتة وحينما توضع الحواجز أمام الآراء تفتح الحوار للمشاهدين بابا للتعبير عن آرائهم بحرية تامة الرأي الحر فضاء حد السماء يأتيكم في الأوقات التالية نفتح الملف السوري نقلب صفحاته سويا نطوف بكم بين شؤون الثورة السياسية والعسكرية نسعى إلى توضح الرأي وتجلية الغامض وتفكيك المتشابك وتحليل الموقف نحاول قد حزيناد العقل من خلال استضافة أهل الرأي والفكر ليقولوا رأيهم على الهواء مباشرة كل هذا في سوريا اليوم على شاشة الحوار ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر جمعة للغضب جمعة للصمود جمعة للحرية من جديد نرحب بكم وبكل ما ننضم إلينا الآن في هذا النقاش الموسع حول الملف السوري في أسبوع مع ضيفنا في الستوديو الأستاذ زهير سالم أجدد التحية لكم أستاذ زهير تحدثنا عن مجلس الأمن والمجاعات الحاصلة في سوريا وربطنا هذا بخطاب حالة الاتحاد للرئيس الأمريكي الآن الحديث الذي يفرض نفسه أستاذ زهير حول التطورات في وضع الاحتلال الروسي لسوريا كيف ترقبونها يعني هناك تطورات خطيرة تتكشف عنها الأمور يعني ليست مستجدة وإنما يتم الكشف عنها الآن وأخطر شيء الآن فيما يجري في الاتحاد في الاحتلال الروسي أو ما يمارسه الروس وطالما تحدثنا عنه لكن بالأمس كان وزير الخارجية البريطاني يتحدث عنه بصراحة ويطالب بمحاكمة المسؤولين الروس عما يجري في سوريا بأن القصف يتعمد القصف الروسي يتعمد المدنيين في سوريا تعمد المدنيين يعني أنا سأعطي شاهد عملي يوم الأربعاء الماضي قصفت روضة أطفال أنا لا أتكلم عن مدرسة روضة أطفال في حي الزبدية بحلب قام الطيران الروسي بقصف روضة أطفال في حي الزبدية بحلب قتل أربعة أطفال قتل الأطفال الأربعة سوف يكون بالنسبة يعني عندما نتحدث عن أطفال في روضة يعني أربع سنوات وخمس سنوات هو جريمة جريمة بحق الإنسانية بكل تأكيد لكن الحقيقة الذي أريد أن أذكر فيها أخي عدنان ودعنا نتحدث بلغة مسؤولة لهذا العالم الذي يريد أن يحارب الإرهاب ما هو انعكاس عملية القصف على نفوس بقية أطفال الروضة كيف ستخرج نفسياتهم بعد أن عانوا ما عانوا بعد أن رأوا وهم أطفال في عمر يعني الناس تكتبون لك على الأفلام اللي فيها شوية عمر عشر سنوات وسبع سنوات مع السنة هؤلاء الذين يخافون على مشاعر الأطفال من فيلم حلقات المصارعة بقولوا ما بس لشوفوها أبناء فهؤلاء الذين عاشوا تحت جريمة حرب روسية أطفال عمرهم أربع سنوات تعرضت روضة أطفالهم للقصف الوزير الخارجي البريطاني يطالب بمحاكمة المسؤولين الروس عن هذه الجريمة وزارة الدفاع الروسية أعلنت عن 5662 عملية قصف غارة جوية ضد الشعب السوري خلال المئة قبل قليل قصفوا سوق شعبي وقتلوا سوريا والأسواق الشعبية المدارس المساجد هي من الأهداف الاستراتيجية للقصف الآن علقت الدراسة في إدلب الآن الجديد بعد كل هذا الكلام أن الروس أصبح وجودهم في سوريا أول ما جاء بوتين أدش وقت لعمليته في سوريا شهر قال ثلاثة أشهر لا قال ثلاثة أشهر الآن انتهت الثلاثة أشهر قال سنة الجديد الآن يقول وجود مفتوح الروس يبقون في سوريا ما شاءوا بالاتفاق مع بشار الأسد هذه العملية عملية بقاء الروس في سوريا بطريقة مفتوحة استعمار مفتوح لسوريا حين يوقع عليها بشار الأسد هل يملك بشار الأسد حق التوقيع على مثل هذا كيف تسكت القوى الدولية والحدود والقانون الدولي كيف يسكتون على مثل هذه الجريمة الأكثر من ذلك يعني الروس الآن عندما كما ذكرنا منذ قليل يقولون نحن الذين سنتولى توزيع المساعدات الإنسانية أصبحوا حالة استعمارية مباشرة كالاستعمار الذي كان يجري في الشطر الأول من القرن العشرين نحن من يريد أن يخاطب سوريا أن يطعم سوريا أن يتصدق على سوريا أن يعالج سوريا يجب أن يأتي ليس من بوابة بشار الجعفري هذه المرة وإنما من بوابة لافروف ومن بوابة الاستعمار الروسي إذن نحن أمام تطور خطير في الاحتلال الروسي لسوريا بكل أبعاده مع الأسف أمام عجز المجتمع الدولي ودعني أقول هكذا والقدرات الإقليمية يعني هي لا ترقى للوقوف في وجه روسيا ويجب أن نعترف بهذا وجد الروسي كما الجو خاليا وجد نفسه يتقدم كالسكين بالزبد والآن لا أحد يسأل الروسي عما يريدون أن يفعلوا البعض يقول لك إسرائيل وأمريكا وروسيا على قلب رجل واحد في سوريا طبعا وهذا مخطط أصبح ومعهم إيران ما لا يجب أن يكون عندنا الآن مشروع مشروع صفوي يجب أن نتحدث مشروع صفوي روسي صهيوني يخترق المنطقة بكل الأبعاد يريدون لهذه المنطقة ودعني أتكلم بالمفتوح يريدون لهذه المنطقة أن تخضع لحكم أقلية المشروع الصهيوني أساسه ليس حكم فلسطين فقط والاستئثار بها أساسه أن أقلية تريد أن تتحكم أقلية دينية ويجب أن يكون الكلام واضحا تريد أن تتحكم بالقرار العالمي والآن نحن نرى دارسون أمريكيون وبرلمانيون عضاء كونغرس أمريكيين ماذا يقولون يقولون نحن لا نملك قرارنا في بلادنا أقلية تريد أن تتحكم بالقرار العالمي المشروع الصفوي أقلية مذهبية في العالم العربي عشر في المئة تريد أن تتحكم بقرارات الشرق الإسلامي العلم الإسلامي كله وتبدأ من الشرق العربي هل هذا يعيب الأقلية التي تبحث عن مصالحها أم يعيب الأكثرية التي ضيعها نحن هذا أنا عندما أقرر هذا أريد للاكثرية لمن لم ينتبه أن ينتبه ولمن لم يقرأ أن يقرأ ولمن لا يزال غافلا أن يصعو ولمن لا يزال متجاهلا أن يتنبه وأن يكون لدينا مشروع يقابل للمشروع حتى الآن مع الأسف المشروع الصهيوني كم له ينخر في جسد هذه الأمة لم يوجد مشروع عربي مكافع على المستوى المناسب لمقامة المشروع الصهيوني المشروع الصهيوني له أبعاد ثقافية وأنا أقول هذا بكل تتدخل حتى في برنامج السهرة التلفزيوني الذي يقدم على القنوات العربية وأنا كنت أقول هذا وعندما كنت في سوريا وكنت أقول لهم فيلم السهرة اللي بيطلع عادة من الثمينة للعشرة في هذا التوقيت هذا فيلم السهرة موقوط ومبرمج في كل الدول العربية اليمينية واليسارية كنا نقسم إيشلون أخي عدنانا حفظان معي التقدمية والرجعية كل الدول العربية تلفزيوناتها بتقدم نفس الأفلام لأن هذه الأفلام تأتي من جهة عليا عجزنا حتى الآن عن تقديم مقابل مواجه استجابة لتحدي المشروع الصهيوني الآن مطلوب أن نقدم استجابة لتحدي المشروع الصفوي مشروع على مستوى الأمة هل ستملك الأمة وينضم إليه الآن وجزء من المشروع الصفوي أنه يتحالف مع القوتين الأكبر في العالم اليوم إيران تتحالف مع روسيا وتتحالف مع الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل تتحالف مع روسيا وهي الآن في غرفة عمليات بوتين وتتحالف مع الولايات المتحدة الأمريكية الأدوات نفسها الطريقة نفسها إذن يجب علينا أن نتنبه أنا أقول مقدرات هذه الأمة ليست قليلة رجالها ليسوا ضعفاء ولكن تحتاج إلى قيادة راشدة تأخذ بيد هذه الأمة وتوظف هذه الطاقات في مواجهة هذا المشروع المشروع الروسي في سوريا خطير وهو جزء من المشروع الصفوي أو مشروع الصفوي جزء منه لا أستطيع أن أميز لا نلمس ونتابع ونستمع جميعا إلى أن هناك منافسة بين المشروعين على الأرض السورية ولكن هذه المنافسة فظلوا تحت الاحتواء يعني أنهم الآن يعملان معا التقرير الروسي يقول بأن بشار الأسد تحت سطوة القصف الروسي حرر هكذا يقولون هم قريب من 200-220 قرية سورية هكذا يزعمون لكن هذا كله وجزء من محور واحد محور للشر يريد أن يفتكى في المنطقة بهذه الطريقة طب الآن في نفس الوقت يعني هل نحن ضد أن يقوم الروس بتوزيع مساعدات إنسانية يلقونها بطائراتهم في المناطق التي تتعرض لحصار؟ يعني هذا السؤال طبعا قد يكون يقول لك الغريق بتعلق بقشة ونحن نقبل مساعدة من أي جهة ولكن يعني في الناحية العملية الروس الذين يلقون ببراميل الموت وقذائف الموت لن يلقوا سلال الطعام هم يريدون بهذا الإعلان أن يقطعوا الطريق على الجهات الإنسانية الحقيقية التي يمكن أن تساعد الشعب السوري يقول نحن نكفيكم ثم يغلقون الباب على الآخرين ويمنعون الآخرين من التصرف ثم ينفردونهم ليقدموا ما يريدون أن يقدموا للجهات التي تدعمهم تخدمهم تسير في ركابهم ويعمق المأساة على الآخرين هذا هو جوهر الموقف الروسي هناك كمان يقول اذهبوا إلى بلادكم وساعدوا فقراءكم وتركونا وشأننا يعني هذا أمر يعني من المستوى العام روسيا ليست في وضع اقتصادي لا يساعدها على الحرب ولا حتى يساعدها يعني ونحن لا نريد يعني هناك أمور في روسيا أكثر بلية مما نتحدث عنه ولكن يعني قد تكون الغصة في أفواهنا إذا قال لنا البعض ولا نستطيع أن نصدق حتى الآن أن دول عربية تدعم الغزو الروسي لسوريا مع الأسف إذا صح هذا الكلام وأنا لا أستطيع أن أتبنى أنا لست رجل مخابراتي ولا تأتيني تقارير من أي جهة مخابرتي في العالم ولكن أجد أجل رجال يعملون مع أجهزة المخابرات يتبادلون مثل هذه التقارير ويؤكدون عليها وأن كلفة الغزو الروسي لسوريا مدفوعة من خزائن بعض الدول العربية أقول إن شاء الله يكون الكلام غير صحيح هذه الجملة لا نستطيع أن نمر عليها مرور الكرام يعني أنا أقول إن شاء الله يكون الكلام غير صحيح لأنه قل تقارير مخابراتية تؤكد أن هذا الأمر هو كذلك وأنا لست رجل مخابرات يعني دول عربية يمكن أن تقف مع روسيا تمويلها هي قد لا تقف معها في الظاهر ولكن يقولون هكذا يزعمون هكذا أنها تمويل الحمل لأن المراهنة الأمريكية المراهنة الأمريكية عندما بدأت روسيا في غزوها لسوريا كان المراهنة الأمريكية على سقوط روسيا بالإمكانات الاقتصادية وأن روسيا أن هذه العملية ستكلف بوتين ما لا يستطيع أن يتحمل على المدى الطويل ولذلك بوتين سينكشف ووضعوا الانكشاف ثلاثة أشهر الآن مضت الثلاثة أشهر ولم ينكشف بوتين بل بوتين قال سنة هذا من عشر أيام سمعنا يقول سنة ثم الآن سمعنا يقول وجود مفتوح إذن لابد أن والذين كتبوا التقارير الاقتصادية الأولى هم رجال اقتصاد ومفكرون ودارسون كان لديهم أرقام عن الميزانية الروسية وأن هذا يكلف وضعوا مبلغ في كل يوم كذا مليون وبالتالي هذا الميزانية الروسية عندها أعباء كيت وكيت كانوا يتكلموا بطريقة رقمية فلما استمر الأمر لابد أن تقول بأن هناك يعني رافض ما يغزي هذه الميزانية الروسية لا أحد أنا لا أستطيع أن أجيب فإذا تحدثنا عن ميزانية الروسية بهذا السياق الآن التقارير تتحدث أن النظام يدفع للمقاتلين الأجانب الذين يقاتلون إلى صفه ألفين دولار شهريا ما يعادل راتب أربعة أو خمسة أو ستة جنود سوريين طيب من أين له وهو فيض الأوضاع الصعبة هذا محلول هذا يتكفل به بترول العراق وبترول إيراني يعني والآن الإفراج عن الحديث الذي يجب أن نتطلق عليه هل هذا يكفي لننفق أيضا عن الجيش الروسي وأقول لا هذا لا فقط الروس من زنيته مستقلة لكن الآن رفع الحضر عن الأموال الإيرانية المحتجزة ماذا يعني سيصب في صالح النظام يعني تدعيم القدرات الإيرانية على قتل سوريين بالكلام المفتوح المباشر مليارات الدولارات الآن ستنصب في حجر إيران إيران ستوظفها في مشاريعها إيران الآن لا تساعد بشار الأسد هذا الكلام هذا كلام قديم إيران تساعد وجودها في سوريا تدفع لوجودها في سوريا تدفع لوجودها في اليمن تدفع لوجودها في العراق اذا كان المرجعية وانا لا استطيع ان اجلس هنا وافصل اذا كان المرجعية الدينية العراقية اللي بسموها في السستاني تقول لمن يحاصر المقدادية هذا خطأ وهذا لا يجوز وهؤلاء المحاصرون يستمرون في الحصار من اين يتلقون تعليماتهم هؤلاء اليس من الولي الفقيه في طهران اذا نحن امام مشهد الان الولايات المتحدة التي تنخرط في دعم هذا السياق على كل ما فيه من سوء بالطريقة الخرفية تمارس علينا سياسة الازدواج في العلن تتحدث عن حقوق انسان وعن رفع حصار وعن لا طائفية وحكومات مدنية وفي الحقيقة هي تغذي الان هذا التوقيت لرفع الحذر على الاموال وهي اموال ايرانية ونحن لسنا ضد ان تستفيد ايران من اموالها ولكن لا ان توظف هذه الاموال في قتل اطفال سورية وقتل اطفال اليمن الان كنا نتحدث عن مجاعة في مضايا وعن مجاعة في والمجاعة في تعز وتعز مدينة حبيبة جميلة اهلها يستحقون كل خير لماذا يحاصرون كيف يحاصرون من الحاصرهم اول امس خمس اطفال مواليد جدد توفو نتيجة تحيط اخصار اذا الذي يحاصر في سوريا حزب الله يعني ايران والذي يحاصر في اليمن الحوثي يعني ايران والولايات المتحدة في هذا التوقيت نعم تفتح الخزائل لايران وتقول لهم خذوا من المال ما شئتم فرز القوى اخي عندنا نريد ان اقول لسادة المشاهدين حتى لا نظل في بحبوحة الغرور والكذب على انفسنا ولما منسمع خطيب على مجلس ممبر مجلس الامن منقول ايه والله قال فرز القوى هو اول اساس في العملية السياسية ما معنى فرز القوى تعرف مين معك ومين عليك نعم اذا لم بقولوا في التجارة اللي بيعرف رأس ماله بيبيعه بشتريه اذا لم نعرف من الذي هو معنا الان عندما الولايات المتحدة الامريكية تفتح الخزائل لايران في هذا التوقيت هذا سيصب عمليا في مصلحة او في مشروع قتل السوريين وتشريدهم وتهجيرهم قتل اليمنيين وتشريدهم وحصارهم وما يجري في العراق هذا كله سيخدم هذا كل الذي يريد ان يجاحد هذه الحقيقة يكذب على نفسه وديمستورا لن يأتي لسوريا لا بامن ولا بسلام ولا بعدل لكن في نفس الوقت تؤكد الجهات الاممية انه ينبغي ان لا تؤثر هذه الاحداث على المفاوضات القادمة وعادل جبير وزير خارجية السعودي يقول لم ننقطع عن هذه الاجتماعات رغم خلافاتنا مع ايران هناك دعوات تحشد لحوار المعارضة والنظام في الايام القادمة كيف تنظر الى هذا يعني هو ما قاله السيد عدل جبير يتعلق بالناس قالت بان القطيع التي حصلت بين ايران والعربية السعودية على خلفية اعدام نمر النمر وعلى خلفية الهجوم على السفارة السعودية والقنصلية السعودية في طهران ان هذا قد يقطع الطريق على المفاوضات فالسعودية ارادت ان تقول بان موقفها من هذه المفاوضات هو هو محايد الان هناك عقبات حقيقية في وجه هذه المفاوضات وهذه العقبات قد يقولون بان الروسي والامريكي قد سووا كثير من خلافاتهم او هم يعني يصوغون يصوغون الالتفاقات بطريقة ملغومة يعني يقولون عبارات عامة وكل واحد يتمسك بتفسير هذه العبارات ويوقعون عليها وبعد ذلك يقولون للناس نحن اتفقنا وهم غير متفقين كانها حسابات انتخابية للغرب كانها اللعبة كانهم يلعبون لعبة حباسة كنا نسميها احنا بهذه لعبة المربعات الصغيرة فكانه عمال كل واحد عمال يلعب لعبها امام الاخر لعبة ضامة او لعبة شطرنج الحقيقة الموقف المفاوضات غير متفق عليها في هدفها على الاقل على الاقل بين وليد المعلم اللي عم بتكلم باسم بشر قال المفاوضات من اجل تشكيل حكومة وحدة وطنية موسعة قالها على بلاطة ولا نقبل بغير ذلك قال هذا الكلام فيه طهران المعارضة يقال له لا انتوا بدكن تروحوا لتشكيل هيئة حكم انتقالي بصلاحيات كاملة فرق فرق كبير بين حكومة موسعة يعني ضم وزيرين للوزارة وبين هيئة حكم هذا من حيث الهدف الان نحن عندما نستمع الى سيد رياض حجاب يعني حتى اكون منصفا وانا احب دائما سيد رياض حجاب اللي يعني اعتبر رئيس الهيئة العليا للمفاوضات بالنسبة للمعارضة السورية يتكلم كلام عدل معقول يقول لابد من ان تتحقق بعض المطالب الاساسية للشعب السوري ومنها مثلا رفع الحصار اطلاق سراح معتقلين تهيئة اجواء توحي للناس بجدية هذه المفاوضات في الوقت نفسه يقول الروسي لا والاسدي نحن لا نرضى عن هذا الوفد المعارض نحن نريد ان نشكل تصور هذا المنطق يريدون ان يشكلوا الوفد الذي يفاوضهم يعني بشار الاسد يريد لنفسه حقا حقين الاول تشكيل وفده والثاني ان يرضى عن الوفد الاخر الذي يفاوضه لذلك هذه عقبات اساسية لم يتم تجاوزها اخر تصريح انا استمعت اليه الى ديمستورا يتحدث وبعد كل التأكيدات التي سبقت عن ان الانتخاب للمفاوضات ستجري في موعدها في 25 الشهر الجاري يقول ولكن نحن لا نريد ان نذهب الى مفاوضات ونقول ذهبنا ونخرج بعد 24 ساعة ولم نحقق شيئا يعني اذا لم تحكم المقدمات معنى ذلك اننا نحكم على انفسنا بالفشل وسيكونون محاصرين بين خيارين الوفاء بالوعد الوفاء بالوعد الذي يعني ماذا ان يجتمع الناس في 25 الشهر ولو كان ثمن هذا الاجتماع ان نقول اجتمعنا وفشلنا وبذلك ربما يكون هناك تفكير جد الان في عملية دفع هذا الموعد وانا يعني لست اصلا مع التعلق بهذا الموعد انا ارى الهاء المعارضة السورية اذا بتعتبر هذه قضية ثانوية بتضعها في زاوية الذاكرة شيء جميل اما ان نعتبر الذهاب الى المفاوضات حل ومخرج وثقب في اخر النفق كما يقولون هذا عملية تغرير هذه المفاوضات لا ينبني عليها شيء هذه التركيبة هذه الزمرة التي تحكم سوريا لا يؤمل منها شيء يجب ان يكون عند الذين يقودون المشهد السوري بدائل حقيقية ليس من السهل ان اقول على الهواء ما هي من هذه البدائل هذه البدائل التوحيد قدر ما يمكن من القوى السورية العاقلة والراشدة على المستويين السياسي وعلى المستوى العملياتي يعني من الفصائل على الارض تقديم بديل عملي ثوري سوري وطني يقطع الطريق يعني بشار الاسد اخي عدنان وهذا كلام مهم جدا جدا نختم به بشار الاسد عندما سمح ما لن اقوله اكثر من هذه العبارة بنمو تنظيم الدولة وتنظيم داعش وما بعرف ايش اسم هذه التنظيمات اراد بهذه القوى المتطرفة ان يقطع الطريق على الثورة السورية احنا الان لاصل ان نشكل جسم سوري بديل نموذجي يقنع اولا السوريين دون ان نفكر بالعالم يجب ان نقنع السوريين اولا على لا يكون التفكير في العالم بعيد عن اذهاننا فنحصل على البديل الثوري الذي يقود المشهد ويصل بنا او بهذا الوطن الى بر الامان ان شاء الله انا اشكرك جدا الاستاذ زهير سالم المفكر السوري اشكر كل من تابعنا في هذا البرنامج على امال ان نلقاكم بحلقات اخرى هذه اطلب التحيات في امان الله اشتركوا في القناة